اشتركوا في القناة ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المؤمنين والمؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابعو في درس فقه سجود الثو ومقادمة هي كالتالي وافتتحوها بسؤال من نسي شيئاً من صلاته وترتب عليه سجود السهو فهل الأفضل أن يرقع صلاته أم الأفضل أن يعيد صلاته هل الأفضل أن يستمر في صلاته ثم يرقعها بسجدتي السهو أو الأفضل أن يرقع صلاته كلها la question est la suivante quand tu as un oubli, une distraction dans la prière un moment où tu étais déconnecté dans la prière et par après tu n'as pas su qu'est-ce que tu as oublié est-ce une raka'a, une prosternation la fatiha, tu as des doutes tu as omis quelque chose de la prière tu as rajouté quelque chose dans la prière est-ce qu'il est préférable islamiquement parlant de rectifier cette prière c'est-à-dire de la garder, de la continuer et puis la rectifier de la manière quand on a vu la semaine passée on verra encore plus de détails إن شاء الله وبالي il est préférable de carrément refaire toute la prière فما هو جوابكم تعيدوا الصلاة كلها أو ترقعوا الصلاة ما هو الأفضل والأحزن نعود بالدارجة واحد كان يصلي وفي صلاة دياله نساء وما عملش التشهد ما تحاج وعارف إذا ما عملش التشهد الأوسط خصوه سجد سجدتيني قبل السلام فا هو المنس التشهد الأول وقام قلنا مازال غادي نسجد سجدتيني قبل السلام أجي نعود الصلاة ديالي كلها واشي عودها حسن أو لسجد سجدتيني سهو حسن tu n'as pas fait التشهد tu t'es levé et puis tu sais très bien qu'avant le salam avant le salam tu dois faire deux prosternations mais dans ta tête tu te dis pourquoi je vais faire encore deux prosternations j'annule cette prière et j'en fais une autre à la place ما الاحسنو وما الافضل ترقيا لماذا لأنه الاحسنو الاحسنو وما الاحسنو وما الاحسنو لأنه الاحسنو الاحسنو أو quelque chose en plus أو un doute mais il y a moins de la rectifier de recommencer rectifier les savants disent que refaire toute la prière لماذا لأن هذا يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويوافق ويوافق ماقصيد التسير الذي جاء به الشرع الحنف الاحسنو الاحسنو كمتن قلل يام لا نحن الذين احسنو الاحسنو الله تعالى اراد ام يوسرا عليه ويخفف عنه ويرفع عنه الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم فرفع الحرج والتيسير هذا من مقاصد الدين أراد الله لنا هذا فلو أنك قلت في نفسك سأعيد الصلاة كلها ثم نسيت في هذه الصلاة مرة أخرى ستعيدها ثم تنسى فيها فتعيدها فتنسى فيها فتعيدها إلى أي حد هذا لا ينتهي وهذه هي المشقة والمشقة تجلب التسير واضح لماذا أقول هذا الكلام لأن أحيانا نحن نفكر بطريقة نظن أنها هي الصواب ولكن الشرعاء له قول آخر ترجمة لخروج تجال لأن الانسان قد يقع في الوثوات وقعد الصلاة مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وخمسا حتى يصاب بالوسوات فالشرع حسم هذه المادة وقطع هذا الحبل قال لك ما تعود شيء الصلاة وإنما شاء تعمل رقع الصلاة ديالك وتوكل على الله واضح؟ العلماء اختلفوا في حكم سجود السهو وهنا ضروري سنعرف اختلفوا في حكم سجود السهو أي إذا نسيت في الصلاة نسيت شيئا أو زيت شيئا في الصلاة ولم تسجد السهو لم تسجد هل أنت آثيمون عاصين لله أو لا؟ أو هل صلاة كصحيحة أو لا؟ العلماء اختلفوا سنعرفوا في حكم سجود السهو يقولون يقولون معلج ما كيش معلج واجب واضح؟ وَهَذَا الْوُجُوبُ نَجِدُهُ فِي صُوَّرٍ وَفِي حَلَاتٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَا وَعِنْدَ الْحَنَابِيلاَ أُمْفِي إِنْتُهُ فَمْتِهُ فِي صُوَّرٍ أَشْفِيِي قُلْ سُنَّة Donc l'opposé Entre parenthèses Le terme opposé Il y a d'un côté C'est obligatoire Le shafi'i dit c'est recommandé Le shafi'i dit c'est recommandé Le shafi'i dit Ce n'est pas ONE وضاء リ aware Le shafi'i dit Le shafi'i dit Allo сред Dire recommandé C'est-à-dire que la prière Est valable Même si tu n'auras pas Tu n'avais pas fait Ce jeu de sa soeur لكن لكن حتى عند الشافعي même chez الشافعي qui dit que c'est recommandé il y a des cas où c'est obligatoire اعطيكم مثال او لها الحالة المأموم إذا صلى خلف الإمام 4 صلى مرة الإمام tu es pris derrière l'إمام et l'إمام a fait les deux prosternations de سهو est-ce que tu les fais derrière lui ou pas ou bien tu as le choix سجد الإمام لسهو تسجد خلفه أو لا تسجد وجوب حتى عند الشافعي même chez الشافعي c'est obligatoire de faire les deux prosternations لماذا لي متابعتي الإمام pour suivre الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به tu dois suivre l'إمام donc الشافعي dit سجد سهو en général c'est recommandé non obligatoire mais non ce qui est obligatoire واضح de pasculatioelie l'imam qu'lique لأنك إذا كنت تصلي خلف الإمام فصلاتك مرتبطة بصلاة الإمام فيجب عليك أن تتابعه فإذا سجد يجب عليك أن تسجد واضح هذه خلاصة مذاهب الفقهاء لكن من الفائدة أن نعرف للماذا يختلف الإمام أبو حنيف رحمه الله يجب عليك أن نتابعه لحظة في غيات الأهمية يجب عليك يعني من البطاة ملاحظة الزاء يجب عليك أنه يشتر يشتر يعني ستبعه لحظة آخر كيف يقفوا شيء ، يقول لأنه ليس نanas؟ هل فسننا مكسف العبيين صلى الله عليه وسلم؟ هنا أن الأنعلم viendo الرسول صلى الله وسلم عندما يتعرفون الاصليون وسوف يتعرفون ما هي السنة؟ ما هي السنة للنبي صلى الله وسلم؟ كما تتعلم اسنة؟ عندما يخبرونه هذا سنة للنبي صلى الله وسلم ما هي السنة للنبي صلى الله وسلم؟ ما قال تو معل و 있iers ما قال وفعل وقرر شوف العلماء للأسول وهنا افتحوا القوسين الفقهاء المكي عرفوا السنة فقهاء ils ont leur définition de السنة العلماء للأسول ils ont leur définition de السنة العلماء الحديث عندهم تعرف وقرروا المكي عرفوا السنة لذلك من الخطأ بعض المرات يجيشون أحد يقول هذه السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنة وقرروا هلاذا يقول لأن هذا هكذا كان مثلا وجه رسول الله أو كذا تقول باللتق هذا عند المحدثين أو عند الفقهاء أو عند الرسولين دائم 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 أفضل كانوا يقولون أنcipe لا يidal coconnas لا يؤانون على السنة يوجد الدكتور الدكتور يوجد الأسراث?? هذا هو البث إذا عمل شي حاجة هذا قانون إذا شفشي حاجة أو سكت هذا قانون لكن هو كيف نهوه يقول كهذا مشي قواني هذا الصفاد ينهوه صلى الله عليه وسلم vous avez compris pourquoi il y a cette divergence certains regardent tous les aspects de la vie du prophète صلى الله عليه وسلم comme étant des sources de législation toutes sortes ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a approuvé ça veut dire il n'a rien dit mais il a vu quelque chose il n'a pas fait d'intervention ça veut dire il est d'accord ils ajoutent même ses caractéristiques physiques et morales et bien ils disent ça fait partie de la sunna les autres disent non on regarde ce qui peut être source de législation فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أقوال و جاءت عنه أفعال و جاءت عنه تقريرات التقرير هو أن يرى شيء أن يفعل أمامه ولا يحرمه ولا يمنعه exemple, مثال في التقرير, l'approbation رأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم donc la parole du prophète صلى الله عليه وسلم comme quand il a dit priez comme moi priez comme vous m'avez vu donc là il a dit ce sont des paroles ce sont des paroles du prophète ce qu'il a fait comme la priez رفع يديه ووضع اليمنى على اليسرى ووضع يديه على ركبتيه هذه أفعال c'est des actes de geste la priez c'est des actes de geste la priez رأى عائشة رضي الله عنها رأى c'est des actes C'est des actes de gestion ce qui se trouve «t'adappu » poupée c'est什麼 «t'adappu » c'est des actes d'amis de la priez de la priez caen de la priez c'est une priez qui a ambassade on a vu l'a éstyée c'est une priez 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 لا أعرف كيف يكون أجناء عندها اليد وعندها العين يكون عندها الرأس وعندها الرجل كيف يقول يعني تقول صمم ولا تتعبيها لا تتعبيها لا تتعبيها إلى غيان دي فلم يقول شيئا صلى الله عليه وسلم إذن حلال والأحرام حلال والأحرام حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأىها تلعب بهذه اللعبة ولم يقول شيئا لو كان حراما لا ما حراما صلى الله عليه وسلم شيئا حرام لأنه لا يسكت على باطل صلى الله عليه وسلم فقط تخفصها منكر كيكشوز دبلاما لذا فتكي نغيان دي سابدك سيوتوريزي سسابل أقوباسو هذا هو التقرير للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يسكت إذا رأى شيئا يفعل بين يديه أو أخبر عنه ولا يقول شيئا فيكون هذا مباحا وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى هذا هو التقرير قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة ماذا يقول يقول الصحابات نقلوا إلينا سجود السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه سجدتين مرة قبل السلام أو مرة بعد السلام صلى الله عليه وسلم إنه سجدتين أبو حنيفة حمل هذا الفعل على الوجود يقول 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 أن نتبعه في سجود السهوي قالوا هذه أفعال وليست أقوالا قال ولكنها بيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الواجب اتباعه لما قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وليست أقوالا لما أمارنا بقوله أمارنا بقوله هذا الفعل يبين هذا القول فكان القول واجبا فالفعلو زد واجب لأنه بيانو لي واجب يقول certes le geste n'est pas une obligation mais la parole qui nous dit يقول أن نتبعه كم نتبعه يقول وضعه لأنه الشافياء قال الله سجود السهوي سنة وليست واجبا الشافياء قال لا سجود السهوه سجود السهوي وليست واجبا لماذا يا إمام قال أن تقول صلى الله هل تكفيه أن يسجود السجدتين لسهو ناقصك ركعة أو سلمت أو سجود السجدت أو قبل السلام صلى الله كانت سجد سجد إنها أثناء لقد يوجد شافة سجد السجدتين وين فردت سجد السجدتين لقد قلت سجد ترجمة نانسي قنقر 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 سبحانه رب العظيم ما قلتهاش يقول لك تسجد للسهو خانستها مرة تسجد للسهو واحد داخل يقول لك لا مرة واحدة ما تسجدت للسهو جود المرات نعم تسجد للسهو قل اش كي قولوا هاتو واحد يقول لك اذا خلت واحد تكبيرا الله أكبر نتسجد الله أكبر الله أكبر نطيب لما تقول له أكبر نسي تيها يقول لك تسجد واحد يقول لك لما تسجد يكما تبعين معايا وزالي تخوفي كبور لما ملمون لفايت ديغة ما تتكلمش على تكبيرات الإحرام لولا الله أكبر نسي تتحدث لا أتحدث عن تكبيرات الإحرام هذا هو بل أنفسك نعم أحداً لكنني لأحداً تكبيرات الإحرام من جئاً تتكبيرات الإحرام الظهور يقول لك لا تحاجز بكل أحد العمكة تتكبيرات الإحرام من جئًا تكبيرات الإحرام يقول لك تعالى الله وإله م الحميدات من جئًا هذا يقول لك لا تنهى انه لم يأتفخ Việt تبعوه على الطعام وفي الحمد تبعوه على الطعام وفي الحمد يقولون هذا المسائل بالتأكيد قالت الانتقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبرت هذا لا يسأل لا يسأل هذيه مستحب مستحب أو سنا quelquن qui considère les takbyers recommandés non obligatoires recommandés non obligatoires يقول كهذه السنا إما سنا مؤكدة إلا سنا خفيفة يقول كهذه ماشي ماشي وجب ماشي وجب إذن الثانسيتي وحدا يقول كالله يسامح إذن يأباد وقبل تولي إذن يقول كالله يسامح إذن يقول كالله يسامح لفهم هكذا تسمح سميع اللّهن وتلمسيدي هكذا هكذا سبحان رب الله أعلا هكذا 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 على رسم الله الام Ahmed لحضور ما يقولون كما يقولون اتراج إلى أبدا هكذا لا يوجد الإمام مالك إنه إمام مالك الله يقولون هكذا كلمة أبعد من هذا قال التحهود والأول التحية في الوسط تحيات لله زيد ماذا يقرأ للتشاهد ماذا يقرأ للتشاهد الله أرحمكم الوليدين بسم الله هل تعالى من عندك وقيلة الله يسمح أشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريكا وأشهد أن محمد عبد hårat هذا التشاهد أقرأ للصلاة الإبراهيمية sabes أن أشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريكا بس assignment إن كنت في بعض الرايات الصحيحة وبشأنوا التي لا يريد أنت في بعض الرايات الصحيحة هذا يؤكدا Есть 2ti أسمان وصح ينا It's authentic Rubman من الثلاغ أسمان يوجد أ vinden ربما sisteminاتهم الله يجزيك بخير هذه التحيات لله الزاكيات لله الطيبات والصلاوات لله هذا التشاهد يلسيدنا عمار رضي الله عنه يلقى عمار نخطاب كان يخطب به على المنبار يعلم المسلمين هذا التشاهد donc يلقى المنبار يلقى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأينا هذا نحن نعرف ذلك ce n'est pas un تشاهد يلقى الى رسول الله ومع ذلك يقول المالكيات هذا احسن تشاهد وافضل تشاهد مع انه ما فيش بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحيبين لماذا يقولك هذا اكتر من الحاديث لو قال لينا قال رسول الله لماذا قالك قالها في حضور عشرات من كبار الصحابة الكرام وكلهم وافقوا عمر فلو لم يكونوا قد سميعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا عمر من اين جئتا بهذا التشاهد واضح يعني سيدنا عمر ما علموش الواحد علمو مئات صحابة في المسجد النبوي لو ما كيش سمعوا منه صلى الله عليه وسلم وما عارفين كان يقولوا لهم لماذا يقولون هذا التشاهد فموافقتهم قالوا هذا دليل يدل على أن هذا التشاهد هو أقوى تشاهد وما يقولون وما يقولون على المنبار كل الصحابة المسجد في المسجد لا يوجد من أجل هذا يعني أنه يكون التشاهد أتكلم واضح أم لا نفى التشاهد في كنا ونتاو علش دخلنا في التشاهد كنا نضروع لحكم التشاهد ايه والله يذكر نشاهد الإنسان انسى التشاهد الأوسط تعوب الييلو التشاهد ونط توقفت حتى وقفت الله أكبر ونقرى الفاتحة توقفت بأنك لم تتشاهد تتشاهد ترجع أو لا لا؟ أول هل ترجع للتشاهد؟ التشاهد لا يرجع لا يرجع إليه عند جميع العلاماء لا يرجع الناس لا يرجع الناس ترجع الناس ترجع الناس لا يرجع الناس الى سنة مؤكدة أو واجب عند الحنبيل هنا العلماء المختلفون سوف يتشوف هذا التشاهد الى السنة الحنبيل يسمى واجب المالكي يسمى سنة مؤكدة إذا قلنا سنة مؤكدة واجب ولا ماشي واجب ماشي واجب dans l'école de l'imam Malik il dit c'est une سنة fortement recommandée dans l'école de l'imam Malik il dit c'est une obligation واجب واضح لذلك الحنبيل كما ن comprend عندما تقرأ الكتب منشورة بكثرة سوف تقرأ يقول لك من ترك واجب فعليه أن يسجد له يقول تتلسس لك تجعل الاندوبروستغنation المالكي يقول من ترك سنة مؤكدة خسو يسجد سنة مؤكدة يقول سبحان الله سوف تقرأ 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 بشكل سوف تقرأ لذلك سوف تقرأ سوف تقرأ بلاحظة إلى أخذ سوف يقول سوف تقرأ ما هي والسنة 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 خفيفة انسان و talvez سوف تقرأ وقال لذلك بحث إذا كان هذا الكثير من أجل أنك إسماني مفقاً أو لا ، يكون لديك أجل 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 يجب أن تفعله يجب أن يكون هناك خروجات في كل أجل لكي لا تقع من الأجل إذاً حكم السجود خلاصة حكم السجود السهوية واجب وابليك لكي أبو حنيفة سنة عند الشافعي وعند مالك و الحنبيل لديه حالات فيها واجب وعندها حالات كيكون فيها سنة واضح ولا لا الآن ما هي مواضع سجود السهو واش نسجد قبل السلام ولا نسجد بعد السلام انفك سجود السهو هل نسجد قبل السلام او نسجد بعد السلام ها على حسب زيادة ولا النقصة سا ديبون سا ديبون زيد واذا قلنا عن حسب زيادة والنقصة داخل فيها اجتبعوا الله الجزيك داخل فيها لانها هي تقسيم وصال ماشاء الله زيد كنشي حاجة اخرى ها سا ديبون ديبون نورنا قولنا دي اشتبعوا الله جزيك داخل فيها اشتبعوا الله جزيك داخل فيها pour Abu Hanifa toutes sortes de sujets c'est après Salam comme ça quand tu vois un frère pakistanais ou bien turc ou bien il le fait après Salam tu as compris pourquoi j'ai expliqué les détails la fois passée إذا رأيت حنفيين يسجدوا بعد السلام لشيء النسجدوا له نحن قبل السلام فلا تمكر عليه لأن هذا مذهب إمامه donc je ne lui fais pas de reproche je le vois moi je le fais avant Salam lui il le fait après Salam mais je sais pourquoi فأحترموا مذهبوا وضحوا لنا ورأينا بما ذاستدل الحنفية الشافعي c'est le contraire الشافعي على l'axe كل سجود السهوين فهوقة قبل السلام donc أنا j'ai quelque chose en plus peut-être قبل السلام ou pas بعد السلام أنا je le fais après Salam mais الشافعي le voit c'est un frère qui prendra avec nous معنا بعض l'équipe من الشافعية سجد هو قبل السلام وأنا سجد بعد السلام أحترموا مذهبوا من الشافعية هذا الرجل رحمه الله c'est un héritage un héritage de savoir européen parce que c'est un héritage من الشافعية من الشافعية وفقاة إمتازات الصغيرة كان العلاماء حينما يكتوبون يكتوبون في عمور عظيمة كلية تأني الامة كلها يكتوبون عمور عمور ديالو إنه يكتوبون عمور عمور ديالو اليوم كثير من من يكتوبون يكتوبون في الجزئيات وكقد فى عمور ديالو raised Women to Quyan الضاء القبرة avec la教 Reeves la علاobilي eslame dro�ων العقليات شنا wet ايشوار ايشوار etime تقنية البشرية ، الحرية ما هي الحرية ؟ ما هي حدود الحرية ؟ لبارتة ، هل تكون هناك مددًا أو لا ؟ هذه قضايا عظيمة كوبرة العلماء القدام ، كانوا يكتبون فيها هذه القضايا لكن لا نتغذرنا للمساعدة لأن المصدرات المتحدة لهم فقط أتحدث عن النظر التي تتعين لهم سبحان الله نحن نتفعه لكن ، وليس في جنة توقفق ، أن ننسي هذه المساعدة تقنية المدد اما تدرأى الإمام الغزالي رحمه الله لا أدري أن أتحدث عن النظر أو النظر أو النظر أو النظر لأنه كان لهاتذ سوء في الناس المسلمة في الوقت الإمام الغزالي فنتيه في قرام الغزالي الإمام الغزالي على جميع سنة سيغراً مات عام ، خمس ميا أو خمسة يموت 5500 درجاء الإمام الغزالي شاف بأن الناس كانوا يقرأوا الفقه عندما يقولون مرة 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 أفتح القوسين بالله عاد نكمل لماذا أتبع في الفقه؟ الإمام الغزالي وجد الناس يدرسون الفقه يبس يبس سيكون الحال سيكون قادر سيكون مرة أتبع أتبعه أقول له أنه مستحب سيكون مرة أتبعه أتبعه لا أستطيع هذا ليس مرة أتبعه هذا يمكنك فهم الفقه يعني في حال إلى توز المرمي يمكنك فرجاء يمكنك فرجاء يمكنك فرجاء تسأل المغزالي مريضا، تتسأل المغزالي كبيرة تسأل المسيح لا يتسأل المجتمع، لا يتسأل المغزالي لا يتسأل المغزالي مرأت الأمام ويسأل المصرح عن الكتاب وعثت على التعديثات والأحادثة كتاب إحياء علوم الدين كأن العلم يتعب أجهزة الأخذة المعرفض للعجيزة كما أنت لماذا كانت الامام لتأكيد يتم تطلقين يفهم سيقرأ ويسرى من يفهم يصبح الأولى مثل وما أعلم مثل نقرنا كنرى فضل القيام الليل كنرى نذكر هذا الحديث كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات ثم أربع ركعات ثم ثلاث ركعات يتروا بهن فلا تسأل عن طولهن وحسنهن كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويبكي يبكي ويسمع له بكاك أزيز المرجل كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه تشقر رجلين دياله من قيم الليل يقول لذي لحده يقول فهي دي لحده وتحريره، وتعني لتحريره، وتحريره، وطائفة مني الذين معاك شبه الله البسيسيلي الفيديو تعود وكان محقا ذلك أينها جڑوا شبه Oكبر بحث كانوا يحرقا بما يمفعها في تحريره لدي تحريره شبه حادثًا، هاتفا وحادث عن أهلاً من هذا الرجال في حلق ثلاثثة أو لكثرة أو ليلة وبرائجة نعم 11 ركعة صلى الله عليه وسلم كيف قرأت شيء لكن ساستدون الفقه في الفقه لكن هل كنت أخيرا بخاتيك شيء ما يفعل نفسك دي طنزة ولا أحيانا هل نعمل بهذا وش واضح ولا لا فالإمام الغزالي لا فيه لديك شيء أراد الإمام الغزالي رحمه الله أن يعالج الأصل ما هو الأصل هي الحركة له هي القلب ها الأخ sollعدة الإمام الغزالي سأفتس 54 إذا فلاحات ص determ Jimmy يزارة وإذا فسدت فسد سأفر يزارة إنها أتفقر إذا فسدت يجب عن حل أقول Lima نعم لا عندما لا يتعرف على المساعدة وهو أولئك أولئك لا يتعرف أنه لا أولئك لأنه أولئك لأنه يتعلق بالتعرف الذي يجب أن يجب أن يكون فيه لأنه يتعرف على المساعدة الذي يقول إنه يخشى الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تواضع تواضع الإنسان وهو بين يدي الله ويبكي على خطيئاته تقبلت في الشيء أن تبكي على خطيئتك وذنوبك في قلبك وأن ترجو رحمة الله وأن تعلم أنك في صلاتك تناجي الله كتكلم على الله تبغل الله تعالى علش النبي صلى الله عليه وسلم قال يدي شي واحد وهذا نبه عليه العلماء كذلك قالوا الإنسان وهذا سبحان الله الشيء بالشيء يذكر الجهر كان صلوات جهرية وصلوات سرية يقولون على الأقل يعني بعض المذاهب في تحليلنا خلاف في التحديد يقولون ما هو أقل أقل الجهر ما هو أقل الجهر تقولي أقل الجهر وأعلى الجهر ما هو لكي تقول لك نصلي صلوات جهرية مثلا صلوات الصبح جهرية ولا سرية جهرية طيب واحد يقرأ هكذا جلي كمسا هذي جهرية ولا سرية سرية طيب ما هو الجهر ما هو الجهر لمنم أنت سميع نفسك سكت سكت أنت سكت أنت سكت أقل الجهرية أقل سمع هذا منم ومقصم أقل الجهرية أقل الجهرية يقولون أعلى هو لا حدد له لا حدد له يوجد للمت ولكن بشرط أن لا تشويش على المصلي الذي يصلي بجانبك أو خلف لا تشويش على الناس سمدرسي على كوندسي كي جنو درش بخصونا إذا كان واحد يصلي له وأنا عارف أقل الجهر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هو يصلي هنا نقول مدام أعلى الجهر ما عنده حدد الحمد لله رب العالمين أنصدعو هذا لا يجوز وليس في القرآن وليس في القرآن لا يجوز أن تشهر لتشويش على المصلي لا يجوز هم không لا يجوز عن البنية ذكر صغر أ Collو أعلم أتسمى من الخ لا تقلق الأمام لا تقلق الأهاب لا تقلق الأمام إذن العلماء عندما ذكر إصلاح القلوب يوجدنا عند الغزالي التقلق الأبن رشد يقول لنا قال مذاهب العلماء في مواضع السجد تتسجد قبل السلام أو بعد السلام أو لا فإن ما بغيت قال مذاهب العلماء على خمسة أقوال خمسة اللي يقول لنا دائما بعد السلام وهو أبو حنيفة اللي يقول لنا دائما قبل السلام شكور الشافعي اللي يفصل الإمام مالك الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام والحنابلة الإمام أحمد يقول نسجد للزيادة كما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسجد للنقصان كما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسجد للشك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب والحالة اللي مكينش موقعتش في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنغا يختلف الحنبين مع المالكية وغيرهم يقول لك كين حالات ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم لا تتتر�و quelque chose ici il n'a fait que deux racaades non il a ajouté parce qu'il a fait deux puis il a ajouté deux ça fait quatre et le salam qu'il a fait après les deux à la fin de la prière on va se trouver avec un salam en plus tu vois donc il aura fait quatre avec tes shahoud deux prosternations mais il y a un salam qui est au milieu qui n'a rien à voir là donc il s'agit d'un salam l'imam ahmed il dit c'est ce qui est nous nous sommes comme il s'agit d'un salam le salam il dit je fais la même chose dans le cas je ne fais que deux racaades au lieu de quatre je me prends le sain après le salam c'est une seule c'est le salam le salam le salam il s'agit d'un salam trois racaades et le salam c'est le salam l'imran ibn Hussain c'est le salam de l'arrivée qu'est-ce qu'il y a ? il s'agit d'un salam il s'agit d'un salam il s'agit d'un salam le premier cas il s'agit d'un salam donc il s'agit d'un salam puis il s'agit d'un salam et puis deux prestidictions et puis le salam il s'agit d'un salam il manque encore une c'est le même cas il s'agit d'un salam après le salam un salam le salam ne fate pas alors le salam le salam c'est le salam l'aim 3 السهوية بعد السلام هاوحدة صلى ثلاثة ركعات واستدرك ركعة رابعة وسجد بعد السلام ها التانية الامام احمد يقولك هادي نعمل في حاله وهادي نعمل في حاله صلى الله عليه وسلم ندي جفل دون الممكة جفل ها ممشوز النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يتشهد إسه نفه صنف التشهد نسى تشهد فسجد قبل السلام لا إلا أومي إلا أومي التشهد ليس جفلات تشهد إلا إذا سرعان hasta سلام إمام احمد يقولك هادي نعمل في حاله صلى الله عليه وسلم إذا سرعان تشهد قبل السلام لذا سهر لكس واحد لا أحدهم يقول لإمام أحمد يقول للعلماء وإذا لم يكن هناك الكثير من ديزان يقول لإمام أحمد لم يكن أفضل يقول لإمام أحمد لم يكن هناك الكثير يقول لإمام أحمد إذا كانت حالات في العشرات لم تقع لرسول الله مثلاً مثلاً صلاة ثلاثة صلاة خمسة بدأ ربعه يقول لإمام أحمد لإمام أحمد يقول لإمام أحمد كل شيء لم يرد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء قبل السلام كل شيء قبل السلام يقول للإمام أحمد يقول لإمام أحمد وإذا كانت تقرأ لإمكان الإبادة أول لك photosجتين أحمد لإمكان الإبادة يقول لإمكان الإمام أحمد سوف يقول لإمكان الإمكان صلى الله على الإمكان يقول إنه يأتي وتقرأ لإمكان الإمكان تقرأ لإمام أحمد يقول لإمكان الإمكان نحن نفعله بعد السلام كما قال الإمام مالك الإمام إبن تايمية ولكنه لا يفعله على ذلك واضح أو لا هذه أربعة في المذاهب بعد السلام زيادة أو نقص أو نقص هذه المذاهب الأربعة بعد السلام كله على الشافعية قبل السلام كله المالكية الزيادة بعد السلام والنقصان قبل السلام الحنابيلة يقول لك نتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فنفعل مثله جهد الركعات ثلاثة الركعات خمسة الركعات نعم نستة شهود هذه العمله وما لم يجي فيه شيء فكله قبل السلام ابن حزم الظاهري سلسان كم يكون هذا المذهب الخامس عند هذه السنة المذهب الظاهري قبل السلام يقول كما قال الإمام أحمد الحالات التي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم ce qu'on a rapporté وما لم يأتي فيه شيء لا يسجد له وما لم يأتي فيه شيء لا يسجد 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 ولكن الحالة وحده وما لم يأتي فيه شيء لا يسجد وما لم يأتي فيه شيء لا يسجد وما لم يأتي فيه شيء لا يسجد وأنتأخذت بقوله وما أنه يدين من يدين من تأتي فيه ومن يأتي فيه الشيء لا يوجد وما لم يأتي فيه شيء لا يسجد وما وما تأتي فيه شيء يمين من أجلة ومن أعلم الناز ومن ثقة لكن هذه المسجد فرحمة الله عليهم جميعا واضح اذا اجتمعت الزيادة والنقصة مثلا انسان نسي التشهد الاوسط قبليل التشهد تشهد الاوسط نسيته ما عملته هذا نقص الزيادة نقص نومي وازدت تشهد اجتمعت اجتمعت في تجهد وعندما نسمح ثلاثة اجتبعت اجتمعت في تحتيات تجهد واحد لاتجهد هذه هي ديادة او نقص لذلك نفعل ما نفعله نقص 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 جزاك الله خير هنا لا يريد أن نعرف أن العلماء لديهم هذه الطريقة أن يغلبوا النقص على زيادة ولكن لهم طريقة أخرى هذه التي أحببتوا أن أجير إليها عن 2 دنسترنت المجددين عندما يحدثوا أن هناك مجددين هناك مجددين مجددين الكثير من المبدأين لديهم يتعلقون كُل مجددين لذلك يغلبون النقص كان يقولون تفضل أفضل أفضل السلام هناك حاليا مهمة هل يقولون النقص عندما تقول لك شيئاً ما يحتاج لك النقص في الصلاة يقول لك أن تأخذ شيئاً بدل عنها في الصلاة قبل أن تكمل يعني أنت في الدار لديك مشكلة في الحياة ستصلحه من الداخل أو أن تذهب بشكل كبير؟ ستصلحه من الداخل الدار لديك مشكلة في الدار ستصلحه من الداخل يقول لك إذا كان لديك مشكلة في الصلاة سقطت منها شيئاً الصلاة ركعة تشهد ركعة ركعة ركوع سجدتين هذا الصلاة هناك شيئاً نقصي لا أتحدث عن طريق أتحدث عن طريق الطريق من الداخل ستترجل اتحدث عن طريق سترجم البيت سترجم البيت أو سترجم البيت اتحدث عن طريق انتصال تقوم بشكل كبير؟ أتحدث عن طريق فتح ترجم البيت في المجدد في المناسب عندما تنجم التعيش في الدخول فإنها الخطة التي يجب أن تسرحها في الكثير ان تتعلم في المناسب تنتج لم ترسأتي فهي باد في الدخول فكبت تزدعه وليس قبل أن تذكرت الديوكى فكذل تحضر البرسنة فأقلت. إنك عند لديك المسكرة بالدخول 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 فإنك تخطأ بالدخول بالدخول أنك تستمر بالدخول كي الزيادة النقص غالب فنسجد قبل السلام أسكب هو إلا نجيك دي شور يكبين إذا اجتمعت زيادة ونقصان فالسجود يكون قبل السلام قبل السلام بعض العلماء لا ينظر إلى النقص والزيادة بهذا الأمر وإنما ينظر إليه بالكثرة وإنما يаботر إليه بالكثرة Cالكثرة tienة أول estaban لنقصان وان سألسج يوجد تشاهد فيها ربنا ولك الحمد ناقص دون دو راكعت ناقصت دو تخوى شوز ناقصين وزتي سجداء ترجوتي اون سجداء الاكثر هنا الزيادة ولا نقصن نقصن إذا نسجدوا قبل السلام بعض العلماء ينظروا بهذه النظرة لذلك صحيح لكي تعرفوا بأن الفيقه رغم جال الاجتهاد فيه واسع الله يعطيكم الجنة انظروا الاجتهاد فيه مثل صحيح انظروا الاسouts انظروا الاجتماعات ثم ينظروا الاجتماعات وانظروا الاجتماعات هذه اوالفكه لذلك وصفل الزيادم لديه خلاف داخل هناك كما أنظر يوجد أيضا غنيا وما أنظر فيه عندما يقول لكم عندما يأتون الاختبار ويأتون الإطلاق لا أحدث عن التفكير ويأتوني هذا الناس يتعطي على الناس لا تحطي أم لا طيب شخص يتعطي قلسي اللعين السلطان السلطان ثلاثة سلطان ثلاثة إمم إمام وإمام مأمور وإمام منفارد يوجد ثلاث سورة ثلاث سورة سواء تبخي سواء تبخي أنت أمام سواء تبخي دقاء أمام لا ربي علىها هذا التقسيم المنطقي أولا خلف الإمام المسبوك هذا يصلي خلف الإمام فهو خلف الإمام وهو يأتي الحديث عن المسبوك هذا هو اللغة هذا هو اللغة علم المنطقي التقسيم لا يوجد ثلاث سورة سواء تبخي أو تبخي دقاء أمام أو تبخي سورة أجمع العلماء أجمع العلماء أو بخصصص العلماء أنسجود السهوي مشروع للإمامي والإمامي والفذي والإمام والإمام على سجود السهوي إذن سهو والإمام على سجود السهوي إذن سهو طبعا وجوبنا والسنة نرشفنا والإمام 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 لا يوجد السهو تبخي تبخي دقاء والإمام والإمام الإمام لم يسهو ولكن تسهد هو كيصلي هذا سجد هذا سجد يرطل القرآن ترتيلا وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلا تمشيت مع سيدنا إبراهيم وكتشف الطيور كيطيروا ها تبختيها في كل إزوازو بلاني زيد زيد الله أكبر الله أكبر يوقع سبحان رب العظم بحمده مشيت قعما قلت سبحان رب العظم تبادي سبحان رب العظم بحمده مشيت أسمع الله بحمده طعا الله أكبر سجود بحمده لا يمكنك سبحان رب العظم الله أكبر فالإمام في التشاهد وكي تشاهد تبقى لا يمكنك تشاهد كيف تشاهد كيف تشاهد إذن انتسهوت طوى تجد لكن الإمام لن أكبر دوبر فالإمام يسجد السهل لا يسجد الإمام يفترض لم يفترض لون؟ إذاً تجد السهل ولكن أنت سجد السهل ترجمة نانسي قنقر 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 لكن نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 طيب نانسي قنقر 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 طبعاً العلماء قالوا هذا قول ضعيف لكن غير ما نفهمه لكي يقول تسجد مع الإمام قبل السلام ولما تكمل نتعا وتسجد قال لك قبل السلام لمتابعة الإمام وفي آخر الصلاة لأن السجدتين ديال السوم لا تكونان إلا قبل السلام في آخر الصلاة وهذا قال عنه العلماء قول ضعيف المهم لنفعل تفضل جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير لذلك تقوم بعد السلام الأول أو تنتظر حتى يكمل السلامين أو التسليمتين ماذا أنتم تفعلون؟ كيف تفعلون؟ حتى يمكنك تفضل وإذا نتعا بعد واحدة يمكنك تفضل يمكنك تفضل كيف يمكنكم من الأشخاص القديم المحاولة؟ كيف تفضل هكذا؟ بل أعرف بالضربة يمكنك أن دخل الهتمام يمكنك أن دخل الهتمام إنساني لاحد سوف يكون متحولين أحب أنك أتفلك إذا أخبرني أخبرني لأخبرني أنك أتفلك toteش دائمني سأشدى قال أشخالك الله أكبر انه ي Jeez تحية التي تدمرها لن تدمرها انه يدمرها لانه يأهدف من العملات الله أكبر وهذا مخارف للسنة هذا مخارف للسنة سبب للسنة نبي صلى الله عليه وسلم السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبير وهو رافع رأسه من السجود الله أكبر تحيات كيف قد شوية إلى تنبه حتى المكان لسكيت سنة شوية هذا المنقول بالحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبادل بتحيات يعني الله أكبر تحياته لا الله أكبر تحياته لله بلات عليه حتى ترجع العظام إلى أماكنها شاك مان بقو 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 لا يبد الصلاة يعطون لحقها نفس الشيء بعد السلام السلام عليكم ورحمة الله طلع هناك جمهور لا يبادل هناك جمهور هناك جمهور لا يبادل هناك جمهور لا يبادل لا يبادل السلام عليكم ورحمة الله لكن عند الحنبيل لا لا يبادل لا يبادل لا يبادل لا يبادل لا يبادل سلام عليكم ورحمة الله لا يبادل 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 لكن يبادل استغفر الله اللهم أنت السلام كيف تعالج يا تعالج يقربي اللهم عني على ذكركك وشكرك وحسني عبادتك ايضا من الأذكار لا إلاء للله وإلاء شريك لهم لا يبادل انتعي الى آخر الأدعية تكمل الأذكار عندما تكون تريد إن تدعو الله لا يبادل نبادل لا يبادل تخدمت ذكر един بقادل يبادل أما ذلك الزربي اللي فينا احنا لذا سأجل على المسؤولة إن شاء الله صافي الآن سنختمه بالنسبة للسجدتين ونفقكم ونفقكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقد أردت تلك المترجمات التي تصنعها في تدعي الخطيئة وكذلك، ترميز على تدعي المستقبل هل نريد أن نتعرض الاتفاية بميس ومعات المختلفة؟ نحن نعيب المختلفة في المقرأة، نحن نتحدث نحن نتحدث الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر لا يوجد أمكس الأخلاف من الأعباء الأخلاف من الأعباء من أدفع من الأعباء ون أقولها وأعبر الأخلاف من الأعباء لا يوجد أمكس لماذا؟ أكثر حديثة صحيحة ما يمكن أن تفعره هم يمكن أن تفعره أبداعه لكثير حدثة حديث إلى غفة التشاهد الأحاديث الصحيح المنقول عن النبي ليس فيها إعادة التشاهد كين حديث صحيح؟ نعم ذكر فيها إلى حديث اثنتيك ثم تشاهد وسلم إلى غفة التشاهد ينفقشون اثنتيك مذكرة فيها هذه الزيادة قال الحافظ ابن عبدالبر أما السلام فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عبدالبر سلام qu'on refait après on a fait le salam on refait deux prosternations et puis un autre salam il dit quand le salam il est prouvé dans les hadiths قال أما السلام يعني بعد سجدات السهو il dit أما السلام فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما التشاهد فلا أراه محفوظا il dit quand le salam refaire salam parce qu'on a on a fait la prière et puis on a ajouté dans la prière donc on fait deux prosternations après salam donc il y a salam il y a deux prosternations et puis un autre salam il dit ce deuxième salam il est rapporté dans les hadiths il dit mais refaire dans le verset authentique il n'y a pas قال أما التشاهد فلا أراه محفوظا il dit لم يفوت عن النبي صلى الله عليه وسلم ils ont dit cette phrase elle est marginale dans le hadith ils ont dit سيكون إن شاء الله سيكون إن شاء الله سيكون في سبيل يستطيع القيات بسبب مصدر سأخبركم إستطيع سأخبركم شكراً لك فعلنا في السيلة كلماء شكراً الناس سأخبركم 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 وتبقوا كما كل لدي سأخبركم فقط اس وصلت له كما يقول الآن كان لا يعتبر الأعمال فأسف أسفلًا أسفلًا هذه الخالبة لتوجك لدينا كل الأمر لا يسمع كل الأمر إجتماعكم لديناacamه أين منكم يأتي لدينا الله يقول صبحان الله نسمعنا اليوم وهذا سيدي إنسان عاقيل إنسان فيقى إنسان من شبيل يهو حاول فائبة شخصة من فائبة فشخصة فقط يسأل لديك مرحبات يقول لديك مرحبات تعالى تنقر لكي يدعينه ويجعل لديك ميت حسنة هل أخبرت شيئاية؟ لقد لم يتعلم لقد أخبره لكن هل يقولون لكن المسلمين الذي قالت ذاتي أنه يقولون لم يتذكر بإمكانه الحديث إنه عبور وفاول اشهال الله لكن هذه أشهده لم يتذكر بإمكانه في المسكي هذا المسكوه يدعه اسمه أشعف لأشهده يدعه ويسلم وقال العلماء هذه الأشهده لم يتذكر بإمكانه لم يتذكر ماذا واضح؟ ولكن الخلاف يبقى الإمام أحمد يجب أن تشاهد بعد السجدتين؟ قال نعم ماذا وي ماذا وي معلوم أن هذا عند المالكية وعند كثير من المذاهب ويوجد تنوع وأسأل الله تعالى أن ينفعنا ترجمة نانسي قنقر